زيكو حبيبي عاملين ايه والنهاردة بنتكلم عن تسريبات احداث حلقة 20 من مسلسل المتمرد بتزيد لقاءات اصيل مع شهد ويبدو ان هما يسترجعوا ذكريتهم زمان القديمة وقصة حبهم واصيل بيسابح شهد على كل لعبالته وكمان بيقولها انه عايز يجي ويتقدم لها ويخطبها دلوقتي مع الجنسية وخلاص لها اهله وعنده عمته وبيلعب في الملاكمة وعنده مستقبل فاكيد اهلك مش هيقوله لا وطبعا شهد بتتشجع على كده وبتكون ممسوطة جدا انه هو حيجي يتقدم لها وحتكون فرحانة وحتقوله طبعا انا حاخد لك معادي مع خالي ارشد وتيجي وتتكلم معاه بيروح اصيلة علشان يخطب شهد من ارشد وبيتكلم انه هو معادي جنسية وبيدي البطاقة بتاعته لارشد وهو كله فخر انه هو معادي جنسيته ولاقي اهله وكمان مستقبل في الملاكمة الكبير وبيحب الشهد لسه ممسوط برجعتها اول ما شافها رجعت كان فرحان جاء علشان خاطر يتقدم لها طبعا ارشد هيقوله احنا مشكلتنا معاك مش بس جنسية احنا اصلا مش موافقين عليك من البداية مش حكاية جنسية ومش جنسية احنا رفضينك احنا مش عايزين نجوزك بنتنا كفاية لحصها زمانه انك كنت عايز تاخدها وتهرب بها كفاية ان ابوها مات بسبب عملتك السودة انتو الاثنين انا مش موافق ولا امها هو موافقة وبيقوله ان هو خلاص مش حيجوزها لاصيل وان هي مش مناسبة لي بيخرج بالشكل ده من بيت شهد وهو متدايق واذا هقام بسبب انه تم رفضه للمرة التانية طلع من بيت شهد وهو معهور في نفس الوقت بنلاقي ان المحامية هاديل مسكنة جدا بتعايته بتبكيته دلوقت كمان مش قايلة الباباها على كل حاجة ولا قايلة على موضوع اصيل ولا رجعوه تاني لخاطبته القديمة لكنها متدايقة وسكتة لانه اختار شهد وسبها هي وقفت معاه كانت معاه فعلا دورت على اهله جابت له الجنسية لكن للأسف مقدرهاش اصيل في الشغل مع ناجم بيشتغل وهو متدايق ومش عاجب الشغل لك الغزبة عنه وموضوع اللي حصل بينه وبين خال شهد مدايقه كتير اما بالنسبة لشهد فهتحصل مواكهة قوية جدا بينها وبين امها وحتقول لها ليه خلي ارشد بيرفض يجوزني اصيل اصيل معاه جنسية عنده اهل وليه مستقبل هتقول لها اسكتي خالص احنا مش عايزين نتجوزك لأصيل لكن هتعلي صوتها وتزاعة لامها بالشكل ده وتقول لها انا بحب اصيل وعايزة تجوزه ووقفة ضد امها وصوتها عالي جدا وبتقول لان هي مش هتتجوز حد غيره وان هي ما تقدرش تستغنى عنه ولا تعيش من غيره طبعا كان رد امها عليها بعد كل قلة الادب والصوت العالي دي ألم على وشها بالشكل ده هتقول لها خراسي خالص واسكتي وطبعا بيعيشوا حالة صعبة جدا هي واصيل فهل ممكن يفكروا في الهروب مرة تانية ولا لا وكمان شايفين اللي عملوا اصيل كويس وصح ولا لا اصيل ساب المحامية هديلي اللي وقفت جنبه في عز وقت كان محتاج حد فيه في موت امه في موت سلام جبت له الجنسية رجعت له اهله كل ده ما حاسش بيها اول ما رجعت شهد ركض وراها على طول اكتبوا لي تعليقاتكم ورأيكم في اللي عمله اصيل مع هديل وتفضيلوا شهد عليها وانطارت تاني من البيت وبرضه معفقوش ان هما يجوزوا شهد الفيديو بيخلص ربي كنا لإعجابكم في تكلمنا عن اهم احداث الحلقة العشرين من مسلسل المتمرد يارب الفيديو يكون عجبكم لو اهل مرة تشوفوا قناتي اشتركوا فيها واستنوا كل يوم حلقات بكرة من مسلسل المتمرد واشوفكم على خير واقول لكم دايما احبكم كل شيء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة